اهلا بكم الى نشرة ظهيرة والبداية بالعنوين نتحول الى مراكش بمشاركة اربعة فاعل في مشاريع وبرامج تجارية مشتركة تتواصل لليوم الثاني والاخير فعاليات الندوة الثانية لروح المبادرة الامريكية المغاربية وتشكل هذه الندوة مناسبة للمقاولين في دول المغرب العربي ونظرائهم في امريكا لتبادل الافكار وربط علاقات شراكة وتعاون بينهم علاوة على كونه فرصة لرصد الاليات الناجعة الكفيلة بخلق مناصب شغل جديدة ولتسليط الضوء على هذا الموضوع معنا من مراكش مفادنا الى هناك حسام الدين نصر حسام اهلا بك اهلا لينا حسام ماذا ممكن ان تحدثنا عن فعاليات اليوم الثاني والاخير للندوة الثانية لروح المبادرة الامريكية المغاربية لينا طبعا للحديث اكثر عن هذه التظاهرة وعن هذه الندوة لابد من استضافة يعني اشخاص كانت لهم مداخلات وشاركوا خلال هذه الاجتماعات وحول هذا الموضوع ينضم الينا مباشرة السيد دريس تم سامعني رئيس جمعية التحالف المغربي الامريكي مرحبا بك سيد دريس شكرا يعني سيد دريس اليوم نحن في اليوم الاخير لانعقاد هذه الندوة هذه التظاهرة يعني وبعد ان يعني شاهدنا ورشاة عمل متنوعة وعديدة يعني ما هو الانطباع العام لحد الان وهذه كانت مناسبة جيدة اللي شاركنا فيها فهنا في مراكش لانا طلقينا بناس من جميع يعني البلدان المغرب العربي وحضرنا في مواضيع يعني كيفش غنشاركوا في هاد التنمية وهاد التواصل اللي غادي بقديما مع بعض الجمعيات ومع هاد الناس اللي هما كينضموا هاد البلدان اللي انخرطت في هذا الاجتماع وانا كممثيل من الجالية المغربية في امريكا جيت هنا بمشروع مهم باش تانا انخارط في هاد المناسبة ونساهم في التنمية دي المقاولين ودي الشباب المغربين طيب يعني الجالية المغربية المقيمة في امريكا مثلا وانت واحد منهم وحتى انت تمثل الجالية المغربية المقيمة هناك يعني كيف تنتظر ماذا تنتظر الجالية من هكذا لقاءات من هذه الندوة الجالية المغربية في الخارج وفي امريكا بصفتها يعني معروفة بالفلوس اللي كتتصيفت البلادها اللي كان حنا كان عطلهم ليغوميس لا مشي الستيطنرات هذو ليغوميس يعني ذاك الفلوس اللي كتصيفت باش يعونوا عائلتهم وليعني يعني اللي غوميس يعني المعروفين هذا هذا النوع الشديد للجالية باش تتنساهم في التمير اللي ما كانش معروف يعني عادةً آآ هادش ماش ياجي قتصيفت العائلة وباش بني دار هذا الشي غدتصيفت باش تستثمر فواحد المشروع اللي عملو واحد المقاولة مغربي هادا نواع جديد اللي كان عاوضوه ويعني نعطي لهم فرصة باش يبنيوا بلادهم وهذا المشروع هذا مهم بزاف ولأول مرة غن نجعله الجباش الجريات تكون عنده اتصال يعني مباشر مع المقاولين في المغرب طيب يعني سيدريس نبقى في سياق الكلام عن المقاول المغربي وطبعا الكلام يتعلق بهذه الندوة يعني برأيك ما هو التأثير المباشر أو الانعكاسات المباشرة لهذه الندوة يعني على الشاب المغربي بشكل عام وعلى المقاول المغربي بشكل خاص وأول حاجة يعني أهم حاجة كينا في هذا الاجتماع وهي الفرصة اللي تعطتنا باش نطلقاه مع الناس اللي يجيوا من الجزائر ومن تونس ومن ليبيا ومن موريطانيا مقاولين وممتلين جمعيات ما كانش هاد فرصة شحال هذي لجمعاتهم وجمعاتهم يعني بمنظمة أمريكية اللي هو الوزارة الخارجية الأمريكية والأسبن انستويتوش يعني واحد المنظمة ديال ديالستراتيجية باش نتجمعه كاملين في واحد بدينا في حل مراكش ونقضيو يومين مع بعضيتنا هي فرصة جيدة وكتعطينا يعني فرصة باش ننفتحوا واحد الحوار لمنه غادي خرجوا مشاريع بززاف اللي خسنا نشوفه دابا هو من دابا واحد العام اللي غنطلقاه ونبخرى فهذا الاجتماع كي تتعمل كل عام هو هاد المشاريع اللي تهضرو فيها وتذكرنا فيها شنو اللي منهم غادي اعطوه واحد نفعال يعني سلبي فهدف مع المقاولين ومع الشباب المغاربة ولهذا المشروع اللي احنا طرحناه اللي هو مشروع باش نلاقي الجارية المغربية مع المقاولين المغاربة ونعطيوهن فرصة باش يساهمه في الاستثمار هو مشروع مهم بزاف وان شاء الله من دابا عام بغينا نبينو بأن نرى هذا الشيء لاخدام وراكين واحد واحد تنمية وكين تشغيل وكين بزاف دي المسائل اللي هي مهمة لبلادنا نعم سيدريس طبعا الامال معلقة على الشباب على فئة الشباب شرطة انه توفير طبعا الامكانية المناسبة شكرا جزيلا لك ونتمنى لك التوفيق سيدريس شكرا جزيلا شكرا نعم لنا هذا كان كل شيء لحد الساعة فقط يعني اود ان اشير الى انه ستتوصل للاجتماعات هذه الظاهرة وسيواصل طبعا المشاركون اعمالهم بدراسة المحاور المتبقية خلال هذه الندوة طبعا والتي تتمحور كلها او تتعلق معظمها بتعزيز روابط التعاون ما بين بلدان المغرب العربي وطبعا دعم المقاول المغربي بشكل عام بالتأكد حسام ستوافين بالجديد في نشارات اللاحقة اذا المنفدون الى مراكش حسام دي النصر شكرا جزيلا لك ولضيفك التفاصيل في تقرير هشان طبجون جئت لابحث عن انطلاقة جديدة بين الولايات المتحدة والعالم الاسلامي انطلاقة مبنية على المصلحة والاحترام المتبادلين انطلاقة مبنية على هذه الحقيقة وهي ان الولايات المتحدة والاسلام لا يتعارضان انطلاقا من هذا الخطاب للرئيس الامريكي باراك اوباما الذي القاه في الجامعة القاهرة في شهر يونيو العام 2009 والذي وعد فيه بتحسين العلاقات بين العالم الاسلامي والولايات المتحدة جاءت هذه المبادرة التي جمعت تحت سقف واحد الفاعلين باحد قاعات المدينة الحمراء لقاء يهدف الى بلورة مشاريع واقامة شراكات الاعمال بين الولايات المتحدة الامريكية والبلدان المغاربية وتحسين المبادلات العابرة للحدود بين الدول المغرب الكبير وتشجيع تبادل الافكار والتجارب في القطاعات المرتبطة بالمفهوم المقاولاتي وذلك بغية انعاش التنمية بالمنطقة من ناحيتها اكدت وزيرة الشؤون الخارجية الامريكية السابقة مادلين أولبرايت في هذا اللقاء انه يتعين النظر الى الشباب كفاعلين داخل مجتمعاتهم وليس فقط كمستهلكين عاديين واوضحت الانتفاضات المقراطية والكرمة هذا ويناقش المشاركون في هذا اللقاء عموما اليات تمويل المقاولات الناشئة فضلا عن التركيز على الوسائل الكفيلة بتسهيل احتضان المقاولات الكبرى للمشاريع المقدمة من قبل الشباب المقاول